نشرت منظمة أوبيك أمس مجموعة أرقام عن إنتاج الدول الأعضاء من دون إسقاط أي دولة من الحصيلة الإجمالية وذلك للمرة الأولى خلال أشهر وكانت البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء في المنظمة عن مستويات إنتاجها مثار شكوك لأعوام وقد أدى ذلك إلى صعود مراقبين لأوبيك يلجأون إلى مصادر سرية لتتبع كل برميل نفطي وكانت أرقام الإنتاج محل تنافس شديد حينما كانت الدول الأعضاء تتنازع على الحصص لكن ذلك لم يعد يحدث اليوم قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل إنتاج المزيد من النفط والغاز رغم العقوبات الغربية تصريحات روحاني جاءت أثناء افتتاحه اليوم مرحلة جديدة من تطوير حق البارس الجنوبي للغاز وكان وزير النفط الإيراني بيجان زنغانا قال أمس أن طهران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي هذا ووصلت أسعار النفط العالمية اليوم تراجعها بعد هبوط حاج شهدته يوم أمس على خلفية استمرار تقمة المعروض في الأسواق نتابع سعر خام برنت الآن عنده 52 دولارا و94 سنة يكسر مستوى 53 دولارا وتراجع بـ 2% أما الخام الأمريكي الخفيف أيضا اليوم على تراجع تراجع بأكثر من 1% عنده 43 دولارا و31 سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر للمزيد عن تطورات في أسواق النفط العالمية وتأثيرها على المنطقة ينضم إلينا مباشرة من جدة المستشار النفطي والمالي دكتور محمد الصبان دكتور محمد أهلا بك معنا أسعار النفط تلقى مزيدا من الضغوط هناك عوامل كثيرة اليوم تتحدث عن ضغط إضافي ربما نشهد في الفترة المقبلة انخفاضات حادة جديدة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصحيح الوضع الحالي ينذر بانخفاضات قادمة في أسعار النفط والسبب هناك العديد من الأسباب لكن لو لخصنا هذه الأسباب نجد أن زيادة المخزونات الأمريكية قد وصلت إلى حد كبير جدا وقد تبدأ هذه الدول صاحبة المخزونات أو الشركات صاحبة المخزونات في تسييل هذه المخزونات وبالتالي هذا سيعمل على ضغط على الأسعار نحو الانخفاض أيضا هناك فترة قادمة من صيانة المصافي وإذا تمت هذه الفترة أو بدأت هذه الفترة في إبريل فإن هناك طلب سيتم فقده وهو الطلب الذي كان سيذهب للمصافي لو كانت تعمل وبالتالي أيضا هذا سيضغط على الأسعار هناك الزيادة التي حدثت المفاجئة في الواقع التي حدثت في الانتاج الليبي والانتاج العراقي في الآونة الأخيرة وهذه أيضا تضغط على الأسعار بالإضافة إلى أن الطلب العالمي على البترون لم يتحسن بشكل ماذا عن المخاوف بشأن دخول إيران بقوة مجددا إلى أسواق النفط الحديث حتى هناك تأكيدات إيرانية بأنها ستزيد إنتاجها وصادراتها في الفترة المقبلة فورا رفع العقوبات الغربية إذا حصل صحيح موضوع إيران هذا موضوع مقلق للدول المنتجة لأنه بعودتها قد ذكر هذا ستزيد صادرات إيران بمقدار مليون برميل يوميا لكن الأمر الذذي لا بد أن نأخذه في الاعتبار أن هذه الزيادة سوف لن تأتي فجاءة وإنما ستأخذ فترة من الزمن لأن هناك العديد من الأعمال الفنية التي ستتم في الحقول الإيرانية من أجل تهيئتها لمزيد من الإنتاج كما أن العوامل الدبلوماسية ورفع العقوبات عن طريق لو كانت عن طريق مجلس الأمن إلى آخر كل هذه ستأخذ وقت وبالتالي الحديث بأن إيران تستطيع أن تزيد من إنتاجها بحوالي مليون برميل يوميا تزيد من صادراتها بحوالي مليون برميل يوميا فورا أمر مبالغ فيه أعتقد سيأخذ شهور ربما بعد الصيف هذا في شأن الأسواق العالمية بشكل عام دول الخليج المملكة ودول الخليج الأخرى اليوم كيف تتعامل مع هذا الهبوط المستمر في أسعار النفط؟ دول الخليج استطاعت ربا ضارة نافعة نقول استطاعت في الآون الأخيرة أن تتأقلم مع الانخفاض الذي حدث في أسعار النفط استطاعت أن ترشد من إنفاقها تعيد ترتيب أولوياتها وتحاول أن تتأقلم أنا في الواقع ودائما أذكر هذه أن السعر 50 إلى 60 دولار للبرميل يكفي لميزانيات دول مجلس التعاون دون حدوث عز في الميزانية بشرط أن يكون هناك ترشيد في الإنفاق أن يكون هناك إزالة للهدر والسمنة الزائدة وأيضا ترتيب للأولويات وقد ذكرت دول المجلس التعاون على رأس المملكة العربية السعودية أن الأولويات المطلقة التي لن تمس في الإنفاق هي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وما عداها قابل للنقاش سواء بالنسبة لتأجيل بعض المشروعات أو بالنسبة لإلغاء بعضها على سبيل المثال بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك مشاريع قد لا تحتاجها فورا مثل الإحدى عشر استيديوم أو الأستاذ الرياضي الذي أمر به جلالة الخادم الحرمين المغفور نول ملك عبد الله هذه يمكن أن تؤجل لفترة معينة عموما هذا التوجه لدى جميع الحكومات الخليجية اليوم نسمع عن أيضا ترشيد بهذا الاتجاه في حكومات لدى مثلا الكويت وغيرها ماذا عن اجتماع محتمل لأوبك كثيرا الحديث في الفترة الماضية عن ربما اجتماع طارق للمنظمة لمناقشة ما يحدث في السوق اليوم رغم أن هناك تصريحات متضاربة البعض يقول أن اجتماع لن يحدث ماذا برأيك سيحصل لن يحدث اجتماع أتأكد من هذا الأمر الاجتماع العادي الذي سيكون في جون في خمسة جون في خمسة يونيو القادم هو الاجتماع الوحيد الذي سيكون لمنظمة الأوبك وأيضا في هذا الاجتماع أنا لا أتوقع إطلاقا أن يكون هناك خفض للإنتاج لأنه هناك رفض وإصرار على رفض مسألة تخفيض الإنتاج من دول من خارج المنظمة مثل روسيا روسيا الآن تنتج بكامل طاقتها الانتاجية في حدود 10.6 مليون برميل يوميا وهي ترفض أن تلتحق بالمنظمة وتخفض إنتاجها وبالتالي الدول الأخرى سواء في المنظمة أو خارج المنظمة يحاولون أن يرموا العب بكامله على المملكة العربية السعودية بصورة رئيسية وأيضا على كل من قطر والكويت والأمارات وهذا لن يحدث المملكة العربية السعودية تغيرت استراتيجيتها الآن مع تقلص نصيب الأوبك إلى 32% من مجمل الانتاج العالمي لا يمكن أن ترضى أن يستمر المنتجون الآخرون في الانتاج بأقصى طاقة انتاجية ويعتبرون أنفسهم ركاب مجانيين على حساب ما تقوم وتفعله منظمة الأوبك نعم شكرا لك من جد المستشار المالي ومن نفطي الدكتور محمد صبان شكرا جزيلا لك نبقى أيضا في شأن المفطي حيث قال العضو المنتدب للتسويق العالمي شكرا لك شكرا لك أشكرا لك